بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نشرتنا بآثار المنخفض الجوي على عموم البلاد فمن العاصمة أبو ظبي إلى مدينة العين وصولا إلى دبي والشارقة والإمارات الشمالية والمناطق الشرقية سيطرت الحالة الجوية غير المستقرة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح وعواصف رعدية حالة دفعت فرق الطوارئ على امتداد الدولة إلى بذل جهود استثنائية لتأمين الشوارع فيما أهابت اللجان المختصة بالجمهور عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة مع عدم تداول أي معلومات إلا من مصادرها الرسمية حنين الصباغ والتفاصيل جهود جبارة تقودها الفرق الإغاثية وليجان الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية السائدة في الدولة التي ترافقت منذ فجر اليوم مع أمطار غزيرة وبرق ورعد وسقوط البرد على بعض المناطق ومع سقوط أمطار الخير تبدل فرق شرطة دبي جهودا استثنائية حيث يعمل عناصر الأمن والإغاثة على تأمين الشوارع وتقديم المساعدة للجمهور في حين تعمل فرق هيئة الطرق والمواصلات على تسهيل حركة السير في ظل التقلبات الجوية المعطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة ودعا المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجمهور إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول وتجنب ارتياد البحر وتجنب التجمع بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة بدورها أهابت الحئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالجمهور ضرورة الالتزام والتقيد بجميع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والتصرف بحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة هذه الدعوات ترافقت مع التزام كبير من قبل المواطنين والمقيمين حيث شهدت حركة المرور اليوم هدوءا ملحوظا تقيدا بالتعليمات ومن أبوظبي إلى العين إلى دبي والشارقة والإمارات الشمالية الشرقية هطلت أمطار الخير وبحسب المركز الوطني للأرصاد ستستمر الحالة الجوية التي بدأت بالأمس حتى عصر يوم غد الأحد مع وجود صحب ركامية مصحوبة برياح نشطة السرعة وقوية أحيانا تصل سرعتها إلى خمسة وأربعين كيلو متر بالساعة ونظرا للأحوال الجوية السائدة جددت اللجان المختصة دعواتها لعدم تلقي المعلومات إلا من مصادرها الرسمية وعدم تداول أي معلومات مجهولة المصدر مع التأكيد على أن التعاون الفعال بين الأفراد والمؤسسات الرسمية سبب رئيس في سلامة الجميع اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا